اشتركوا في القناة في المعتقدات سواء الدينية أو الإديولوجية سوف نقسم هذه الفيديو إلى أربع محاور المحور الأول سوف نتكلم عن الأنثى والبقارة في عالم الحيوان المحور الثاني سوف نتكلم عن الإنسان عندما كان ضمن عالم الحيوان المحور الثالث سوف نتكلم عن المرأة والبقارة عبر التاريخ والمحور الرابع والأخير سوف نتكلم عن المرأة والبقارة اليوم نبدأ بالمحور الأول عندما نلقي نظرة عامة حول مملكة الحيوان نلاحظ شيئين مهمين الأول أن مفهوم البكارة لا وجود له في عالم الحيوان وأن الذكر لا يقرب الأنثى إلا عند البلوغ هذه قاعدة طبيعية في عالم الحيوان أما المسألة الثانية أن ممارسة الجنس يسود فيه نوع من الحرية المطلقة دون ظوابط حيث تتجانس الذكور مع الإناد في موسم اللقاح الهدف منه الأساسي هو التكاثر وبقاء النوع ولكن رغم المظهر العام نلاحظ أن كل فصيل حيواني له طبيعة خاصة في التعامل بين الذكر والأنثى بعض الأنواع الحيوانية نجد أن الذكر يجب عليه أن يبذل مجهود كبير ليلقى رضاء الأنثى بينما في نوع آخر نجد أن التلاقح من بينهم يتم بسلاسة وسهولة وتفاهم وتوافق بينما نجد أيضا نوع ثالث حيث الذكر يختصب الأنثى كما نلاحظ في الدلفين والبط وكثير من الحيوانات الأخرى أما علاقة الارتباط بين الذكر والأنثى رغم أن الظاهر الغالب ليس هناك ارتباط ولا ظوابط ولكن نلاحظ أن هناك فصائل من الحيوانات اختارت التزاوج مدى الحياة لدرجة أن عندما يموت أحدهم يموت الآخر ولا يستطيع العيش من دونه كما هناك حيوانات الذكر يشارك الأنثى في كل شيء حتى في تربية الأولاد بينما نجد حيوانات أخرى ينتهي دورها بعد التلاقح كما أن هناك حيوانات لا تهتم بمن ينكح من وهناك حيوانات أخرى تطبق الإخلاص في العلاقة كما أن هناك أنواع من الحيوانات الذكر يكون له عدة إناث أي يمارس تعدد الزوجات مثل الأسد والجوريلا إذن في عالم الحيوان رغم أن السائد هو عدم الانضباط إلا أن كثير من الفصائل الحيوانية لها نمط خاص في التعامل بين الذكر والأنثى إذن يمكن أن نقول أن في عالم الحيوان نجد كل الأنواع وكل فصيل يمتاز بشيء قار لا يتغير على حسب طبيعة كل فصيل حيواني من أجل البقاء المحور الثاني هو الإنسان في عالم الحيوان نحن نعلم أن الإنسان في عالم الحيوان قريبا جدا من فصيلة القردة والجوريلا وهذا الفصيل من الحيوانات هو من أغرب الفصائل الحيوانية في ممارسة الجنس وفي العلاقة بين الذكر والأنثى إذن لو أردنا أن نعرف كيف كان يعيش الإنسان الأول الجنس والعلاقة بين الذكر والأنثى يجب دراسة القرود والجوريلا لفهم طبيعة الإنسان الحيوانية الأولى طبعا نحن هنا سوف لا نبحث الحياء الجنسية للقرود ولكن سوف نذكر بعض النقاط التي نفهم بها الحياء الجنسية للإنسان الأول أبدأ بالجوريلا الذي معروف أنه يعيش محيط بكثير من الإناء على شكل حاريم حيث يكون هو الذكر الوحيد المسيطر أما القرود وخاصة أنواع الشامبونزي ما نعرف عنهم أنهم أكثر الحيوانات تحرر في الجنس ولكن يبقى الذكر له السيطرة المطلقة على الأنثى الجنس عند القرود الذكور ليس من أجل التكاثر فقط وإنما له عدة وظائف منها إظهار القوة والسيطرة وأيضا من أجل تخفيض الضغط والغضب والجنس بالنسبة لهم شغلهم الشاغل كامل اليوم ويقومون بكل الألعاب الجنسية وليس هناك أي شيء ممنوع بينهم في ممارسة الجنس إلى درجة أنهم يمارسون الجنس الجماعي والنكاح في الدبر وحتى نكاح الحيوانات الأخرى مثل الغزال كما أن الذكر كامل اليوم وهو يلعب بجهازه التناسلي والأنثى نكس الشيء تلعب بفرجها لكي تثير الذكر وحتى أنهم يمارسون الاستمنال ويمكن أن تطلع على الحياة الجنسية للشامبونزي وخاصة لنوع البومبو سوف تفهم كيف كان يعيش الإنسان الأول الجنس وهناك اليوم من يدعون التحر الجنسي من يدعو إلى العودة إلى هذه الطريقة في التعامل الجنسي وما نلاحظه واضحا هنا رغم التحر المطلق الجنسي الذكر هو المسيطر والأنثى هي الخاضعة أدعوكم للبحث عن الحياة الجنسية للبومبو لكي تفهموا أكثر كيف كان يعيش الإنسان في عالم الحيوان وطبعا في هذه المرحلة لم تكن للبكارة أي قيمة فكرة البكارة ظهرت عندما حصل الوعي لدى الإنسان وخرج من عالم الحيوان وهكذا نصل إلى المحور الثالث المرأة والبكارة عبر التاريخ لدى الإنسان طبعا نحن قلنا أن الإنسان الأول كان قريب من عالم القرون الذي يتميز بأن الذكر هو المسيطر المطلق والجنس ليس له أي ضوابط عندما بدأ يحصل الوعي لدى الإنسان بدأ يضع ما يسمى بالضوابط الاجتماعية التي تميزه كليا عن عالم الحيوان والإنسان إلى هذه الساعة ما زال لم يتخلص من الحياة الحيوانية وهذا الذي يجعل الإنسان حيوان متميز لأنه يمكن أن يتغير ويغير ما فرضت عليه الطبيعة بخلاف بقية الحيوانات التي بقت إلى اليوم تسير على الطبيعة التي صارت عليها من أجل البقاء الوعي الذي حصل لدى الإنسان لذاته ولما حوله هو الذي جعل منه إنسان وميزه عن عالم الحيوان إذن عندما بدأ الإنسان الأول يفكر بوجوده الفعل في عالم الوجود المادي نسب قدومه من عالم الوجود العدمي ووضع نفسه كمثل لذلك حيث أن أفضل شيء يرمز إلى العدم الأول القار هو الزوجين ذكر وأنثى قبل البلوغ ثم حدث أن الأنثى بلغت قبل الذكر بينما البدأ بدأ عندما بلغ الذكر لأن أول ما حصل ما نطلق عليه بلوغ الذكر وقعت العمليات الثلاثة التي ذكرناها في الفيديوهات السابقة وهي الاختصاب والتوافق والحب وهكذا بدأ الظهور المادي الوجودي من هذه الفكرة حول المرأة والبكارة ظهرت المعتقدات الدينية والإديولوجية وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام نبدأ بالقسم الأول الذي هو الاختصاب رغم كل الأديان والإديولوجيات والمعتقدات بصفة عامة ترفضها تمارس تحت غطاء المعتقد صحيح أن الاختصاب والتحرش والابتزاز والتهديد الجنسي يعتبر جريمة ومرض وليس هناك إلا بعض المذاهب السرية المتطرفة التي تؤمن بهذه الفكرة أو بعض الأشخاص الذين لهم خلل نفسي ولكن تبقى هذا الاتجاه مرفوض وغير مقبول من طرف المنطق الإنساني ولكن كما قلت يمارس تحت غطاء المعتقد وخاصة في الديانات الإبراهيمية وخاصة الإسلام الذي يشرع للاختصاب أما القسم الثاني هو التوافق وهو المشهور والمعروف عند أغلب المعتقدات وخاصة في الأديان والإديولوجيات الوضعية والقوانين طبعا الإنسانية وهو الذي قام عليه فكرة الزواج والعائلة والأسرة والذي فيه الإيجاب والقبول وهو الذي تبنته البشرية كنظام اجتماعي وتحت هذا القسم يختبئ الاختصاب كما سوف نعرف في بقية الفيديو أما القسم الثالث هو الحب رغم أن الحب هو منيت كل إنسان ولكن صعب المنال ويبقى حالة شادة عند الإنسان إلى هذه الساعة بل يعتبر أصول الإنسانية إلى بناء العلاقات على الحب هو الضامن الوحيد لعدم وجود اختصاب ويعتبر قرق مراحل الإنسانية إذن عكس الحب هو الاختصاب ويبقى التوافق هو المرتبة الوسطى وتحت طائل الاتفاق يقع مع الأسف كثير من الاختصابات كما يمكن أن يقع تحت طائلة التوافق الحب أيضا البشرية عندما كانت في عالم الحيوان كانت تحكمها القوانين الحيوانية التي فيها هذه الأنواع الثلاث والمرأة كانت مجرد أنثى للنكاح وللإنجاب وتواصل النسف فلم تكن أي قيمة للبكارة ولم يكن هناك نظام الزواج فكانت المرأة يمكن أن تمارس الجنس مع كثير من الرجال كما أن الرجل يمارس الجنس مع كثير من النساء ولا نعرف الإبن إلا لأمه وهذا هو حال عالم الحيوان ولكن عندما وصل الإنسان إلى درجة من الوعي والمعرفة واعتماد على الفكر الغنوسي لأهمية المرأة أو ما يسمى بالبدء الذي هو البكارة أوجد ما يسمى بنظام الزواج السؤال الذي يطرح الآن هل فكرة الزواج فكرة غنوسية؟ الجواب أن الزواج كما نعرفه الآن في المعتقدات والأديان والإجيولوجيات ليس له أي علاقة بالغنوسية الغنوسية تكلمت عن شيء واحد ما يسمى الزوجين فقط بعد ذلك هؤلاء الزوجين تكون العلاقة من بينهم بعقد أو بدون عقد فهذا لا دخل للغنوسية فيه أصلا هي تتكلم فقط على تكوين الزوجين كما ليس بالضروري الزوجين يكونوا إمرأة ورجل قد يكون رجلين أو إمرأتين ولكن الغنوسية تقول في حالة إنهم يكون من نفس الجنس أي إمرأتين أو رجلين يجب أن يكون أحدهم مذكر والآخر مؤنف أي واحد سلبي والآخر إيجابي لكي يقع التكامل والتفاهم كما أن فكرة الزواج بالتوافق ليس فكرة غنوسية ولم تحدد الغنوسية أن التوافق هو الأفضل بل تعتبر الغنوسية أن الحب هو أعلى درجات التوافق بين الزوجين ومن بعده يأتي التوافق وفي الأخير يأتي الاختصاب وهذا الترتيب هو ترتيب تطوري من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان فالغنوسية لا تشرع ولا تقول يجب على الإنسانية أن تتبع طريق واحد وإنما على الإنسان أو الفرد أن يختار أن يكون أقرب لعالم الحيوان أو أقرب إلى عالم الإنسان والإنسانية بدورها هي مرحلة من المراحل نحو الربوبية الإنسانية في عالم الوجود المال كما أن تعدد الأزواج أو تبديل الشريك الذي نجده في بعض الأديان أو في المعتقدات بصفة عامة وخاصة في الإسلام هو أقرب إلى عالم الحيوان منه إلى عالم الإنسان إذن المعتقدات سوى كانت دينية أو الديولوجية شرعت على حسب الطبيعة الإنسانية الآنية وكلما يتطور الإنسان التشريعات والقوانين تتبدل وتتغير حتى الأديان التي تنسب المعرفة والتشريع إلى قوة خارجية فهي مضطرة في كبير من الأحيان إلى تغيير تشريعاتها أو ظهور مذاهب جديدة فيها تطور الدين لكي يتماشى مع طبيعة الإنسان التطورية الآن خلينا في عصرنا الحالي حيث نجد توجهين كبيرين في العالم الأول ما زال متمسك بفكرة الزواج والأسرة والثاني ضد فكرة الزواج والأسرة ويدعو إلى التحرر من هذه الأفكار السؤال الذي يطرح الآن ما هو الأفضل؟ هل فكرة الزواج أو عدم الزواج؟ ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف ما هو المقصود بالزواج وعدم الزواج إذن ما هو المقصود بالزواج؟ هل الزواج مقصود به عقد زواج رسمي؟ هل الزواج هو على حسب التقاليد الاجتماعية أو الدينية أو الإديولوجية أو القانونية؟ هل الزواج الهدف منه الجنس والإنجاب؟ هل الزواج من أجل إرضاء الآخرين ويكون لك موقع في المجتمع؟ هل الزواج للهروب من الوحدة؟ إن كان هذا هو مفهوم الزواج فهو حكاية فارغة الأحسن أن لا نتزوج إلا طبعا إن كنت تريد أن تكون إنسان عادي تتبع الآخرين وتكون إنسان لم تصل إلى درجة من الوعي لفهم ذاتك ومن حولك على كل حال مدام أنت ما تطرحش عليك السؤال هل تتزوج أم لا؟ يعني أنت إنسان مكش واعي باللي تعمل فيه ولكن كنت تطرح عليك السؤال يجب أن تعرض ما هي الأهداف اللي تخليك تتزوج ما لازمهاش تكون هذه الأشياء اللي ذكرناها أما عدم الزواج شنو معناها عدم الزواج بالنسبة ليك؟ هل عدم الزواج هو عدم الالتزام والهروب من المسؤولية؟ هل عدم الزواج يعني الثورة على كل ما هو موروظ وإظهار إنك إنسان مختلف؟ هل عدم الزواج لكي تكون حر في ممارسة الجنس مع من تريد وكما تريد؟ هل عدم الزواج الإنغلاق عن نفسك والعيش لوحدك لأنك غير قادر أنك تعيش مع إنسان آخر؟ هل عدم الزواج أن تعيش بلا أي ضوابط وأي التزامات وتعيش الفوضى وتلبي رغباتك الشخصية الجنسية المادية فقط؟ هل هذا هو عدم الزواج؟ إن كان هذا هو عدم الزواج من الأفضل في هذه الحالة أن تتزوج على الأقل تكون مشبور أن يكون لك بعض الالتزام وبعض النظام في حياتك إذن الزواج أو عدم الزواج ليس مربوط بالفعل نفسه وإنما بالأهداف الذي تجعلك تتزوج أو لا تتزوج إذن ما هي الأهداف السليمة لكي تختار أن تعيش مع إنسان آخر سوى بعقد أو بدون عقد سوى من نفس الجنس أو من جنس آخر كل هذا لا يهم المهم إن العقد الحقيقي هو الالتزام النفسي الأهداف كثيرة ولكن تتلخص في كلمة واحدة هو مشروع حياة وهذا المشروع يجب أن يقوم على قواعد سليمة سوف نذكر أهمها أن يكون بين الزوجين حب حقيقي هذا الأول ثانيا أن يكون لكل واحد دورة القار ودورة الذي يمكن أن يبدله مع شركة ثالثا أن يكون الاختيار للشريك بوعي ومعرفة ودون إجبار أو ضغوطات اجتماعية أو عائلية أو غيرها رابعا أن يكون الشخص يعرف نفسه جيدا ويعرف ماذا يريد وكذلك يعرف الطرف الآخر جيدا وأخيرا الأهم أن يكون هناك شفافية بين الطرفين ومساواة كبشر ويمكن لهم أن يتكلموا في كل شيء وليس هناك بينهم تعالي أو خوف من الآخر إذن إذ توفرت هذه الشروط يمكن أن نقول أن العيش مع طرف آخر باختيار شخصي وعن علم ومعرفة ووعي يكون هو الأنسب للإنسان إذن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وتوى بش نعرف ما هو رأي المعتقدات سوى الدينية أو الإديولوجية في المرأة والبكرة وطبعا بش نتكلم على حسب عصر نتوى نتيجة السيرورة التاريخية الذي أدت إلى وضعنا الحال البشرية عندما كانت في عالم الحيوان كانت تخضع للقوانين الحيوانية التي تسيرها الرغبة المادية سوى الجسدية أو الخارجية من أجل البقاء وهو حال كل الحيوانات على حسب طبيعة كل حيوان عندما بدأ يحصل الوعي لدى البشر أنه ليس مجرد حيوان وبدأ يعيب ذاته ويعي ما حوله كانت في ذلك الوقت البشرية أقرب إلى عالم الحيوان ونحن نعلم أن القاعدة الأساسية في عالم الحيوان هي سيطرة الأقوى وكانت التركيبة الجسدية لما نطلق عليه الرجل أقوى إذن كان من المعقول ذلك الوقت أن تكون ما نطلق عليها المرأة تحت سيطرة الرجل من أجل استمرار البشرية ومواجهة المخاطر الطبيعية لأن في ذلك الوقت لا يمكن للمرأة أن تحمي نفسها من المخاطر الخارجية هذا الوضع تغير كليا عندما ظهرت التجمعات البشرية والمدن التي تحمي الفرد في المجتمع وهنا وقع تغيير جدري في البشرية وبدأ الصراع بين المرأة والرجل في من له مركز القرار ومركز السلطة وهذا الصراع البشر البشري بين المرأة والرجل متواصل منذ آلاف السنين أدى إلى ظهور حضارات نسائية كما ظهرت حضارات رجالية ومع ظهور الأديان الإبراهيمية التي هي رجولية بامتياز وهي التي حسمت في سيطرة الرجل منذ آلاف السنين إلى وقتنا الحاضر حيث ظهر الفكر الإنساني الذي يدعو إلى المساواة الكلية بين الرجل والمرأة ولكن عندما تم تطبيق هذه الفكرة لم يأخذ بعين الاعتبار الجانب الأنثوي والذكوري في البشر الذي لا علاقة له لا بالرجل ولا بالمرأة فظهرت حركات نسائية تدعو لمشابهة المرأة بالرجل كما ظهرت حركات لتأنيث الرجل ومن جهة أخرى ظهرت حركات معادية للدين الإبراهيمي الذي جعل المرأة سلعة وملك خاص للرجل يبيع فيها ويشري كما يريد عن طريق المهر الذي هو الثمن البكارة ولهذا فرض عليها قيود ولباس يحميها أن تخسر بكارتها الذي هو عبارة على علامة جودة وعدم استعمال هذه الحركة التي ظهرت في أوروبا ضد المعتقدات الإبراهيمية خاصة دعت إلى تحرير المرأة بمخالفة كل المعتقدات الإبراهيمية ولهذا دعت إلى التعري وعدم قيمة البكارة والحرية الجنسية الكلية وهي في الحقيقة لم تحرر المرأة كما تدعي وإنما جعلت من المرأة تجارة أخرى تتاجر بها في خضم كل هذه الأفكار نلاحظ أن الخلاف الموجود حول المرأة بين المعتقدات الدينية والإديولوجية هو صراع من يتاجر بالمرأة وكيف يتاجر بها لا أكثر ولا أقل وليس له علاقة بفكرة المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة التي هي مصطلحات إنسانية لتحديد الدور الاجتماعي وليس له علاقة بالذكورة والأنوثة المرأة قد تكون ذكر وقد تكون أنثى والرجل قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وكلاهم إنسان وكل واحد منهم يكمل الآخر الزوجين هو الذي يمثل الإنسان الكامل والبكارة هي ليس جسمية فقط وإنما بكارة نفسية ومعنوية والمعنوية هي الأهم كم من وحدة ليس بكر جسدياً ولكن معنوياً ما زالت بكر ولم تعرف الحب هذا الاختلاط في المفاهيم وعدم التفريق بين المعنوي والمادي بين المرأة والرجل والأنثى والذكر هو الذي خلق الشبهات لفهم معنى الزواج ومعنى الجنس ومعنى البكارة إذن لنصل إلى خلاصة الحديث من هذه الفيديوهات الثلاثة حول المرأة والبكارة عند الإنسانية نقول أولاً إن المرأة ليس مقصود بها الأنثى وإنما مقصود بها من تقوم بدور الأنثى وإن الرجل ليس مقصود به الذكر وإنما من يقوم بدور الذكر ولكن السؤال الذي يطرح ما هو المقصود بالأنثى وما هو المقصود بالذكر إذن ثانياً إن الأنثى طبيعة ترمز إلى المكان إلى الاستقرار إلى الاستمرارية إلى الهدوء إلى الصبر إلى التحمل إلى الجمال إلى الرقة وغيرها من الصفات الأنثوية كما إن الأنثى أيضاً ترمز للجانب الجنسي السلبي أو الجنسي المتلقي أو المفعول به أما الذكورة ترمز إلى الحركة إلى التغيير إلى المغامرة إلى الفوضى إلى عدم الصبر إلى عدم التحمل إلى القوة وكل ما هو عكس الصفات الأنثوية كما يرمز أيضاً من الجانب الجنسي إلى الجنس الإيجابي أي ما يسمى بالجنس الفعال أما النقطة الرابعة يمكن أن تكون ذو طبيعة أنثوية وجنسياً مذكر والعكس صحيح كما يمكن أن تكون مزدوج الطبيعة ومزدوج الجنس وهنا على الفرد أن يعرف كيف يختار شريك حياته إذن وصلنا إلى خلاصة القول إذن الإنسان هو الإنسان في الظاهر والباطل هناك من يحمل طبيعة ذكورية وهناك من يحمل طبيعة أنثوية وهناك من يحمل طبيعة مزدوجة على الإنسان فهم نفسه وفهم مع من يكون هذا من جهة من جهة أخرى أن البكارة جسمية ونفسية أما الجسمية المتمثلة عند المرأة بغشاء البكارة أو أول علاقة جنسية وعند الرجل هي أول علاقة جنسية وهي جدا مهمة لتحديد الحياة الجنسية للفرد ولهذا يجب القيام بها بوعي ومسؤولية أما البكارة الثانية هي البكارة النفسية وهي أكثر خطورة لأن الخطأ في اختيار الشخص قد ينعكس على نفسية الشخص بقية حياته وأخيرا أقول أن هذه الحياة تجارب قد نكون أخطأنا ولكن أعلم أن مهما كان الخطأ يمكن إصلاحه مدام أنت موجود في هذه الحياة يمكن الإصلاح ولا يجب أن نستسلم أبدا مهما كانت الأخطاء الأمل والتغيير هم أهم ذات الإنسان العاقل كما يمكن أن تنصح من حولك بأن لا يقع في الأخطاء التي وقعت فيها أنت وأختم هذه الفيديو بالقول يجب أن تفرق بين الحب والجنس ولا تجمع من بينهم إلا مع الإنسان المناسب وخاصة في فترة المراهقة وخاصة في أول علاقة تقوم بها جنسية وخاصة بالنسبة للنساء لأن مع الأسف وخاصة في المجتمعات متاعنا أن المرأة تجمع بين الحب والجنس وتسلم نفسها جنسيا لمن أحبته أول مرة وهي في سن ليس لها بعد تجارب لكي تعرف الشخص جيدا فتخسر بكارتها الجسمية وبكارتها النفسية في نفس الوقت ولهذا أنصح الشباب خاصة في فترة المراهقة أن لا يفكرون في الحب وهم ليس لهم بعد تجارب يجب أن تكون عندك تجارب جنسية لكي تستطيع أن تفهم الجانب النفسي للطرف الآخر كما أنصح أيضا أن لا يتسرعون في العلاقات الجنسية ويأخذون الوقت الكافي لمعرفة الطرف الآخر إذن انتهينا من هذه الفيديو وأقول قولة أخيرة أن الأنثى في أول حياتها تفكر أكثر في الحب وفي آخر حياتها تفكر أكثر في الجنس وأن الذكر عكس ذلك في أول حياته يفكر أكثر في الجنس وفي آخر حياته يفكر أكثر في الحب طبعا هذه ليس قاعدة عامة للجميع وإنما بصفة عامة وأنتهي من هذه الفيديو وأتمنى لكم سنة 2019 سعيدة للجميع وشكرا على المشاركة وشكرا على التشجيع وشكرا على التوزيع وبإسلامة ومع فيديو قادم شكرا على المشاركة وشكرا على التشجيع